اشتركوا في القناة او وفود رسول ملوك الحمير وفودنا يا رسول الله يكونين وفود من كي لا تمتعل سكر رسول الله لا تمتعل علتها لكن الوفود رسول لا تمتعل من كي نتوم للاقوه لملوكنا يا حمير دي بيمن لعالو والنبي صلى الله عليه وسلم معاز بن الجبل بذل آكاء بمبعث معاز بن الجبل وبموسى العشعري دي بانك من التهاجه دي باننا فقرات الله وفقراتها تمتل وفدنا يا همدان ومبعث خالد وعلي رضي الله عنهما وبعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبو قدم مالك بن مرة الرهاوي وبعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبو قدم مالك بن مرة الرهاوي يحمل معه كتاب ملك حمير وهم الحارث بن عبدالكلال ونعيم بن عبدالكلال والنعمان قيل ذي راعيين ومعافر وحمدان وكانوا قد أسلموا وأرسلوه بذلك فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بيّن لهم فيه ما لهم وما عليهم وعطى الذمة للمعاهدين اللهم لكنا الحمير والنبي صلى الله عليه وسلم منتبوك أقبل اللهم الحارث ونعيم وإلهم أورو مالك بن مرة هاو اللي تبهر إلي اللي أكو كتابا عندك أدبوك لرسالة عندبوك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لقيس والنعمان على باكم ذي الرعيين على باكم ومعافر وهمدان اللهم كلهم من نقبائلهم من نعفر راحت اللهم على باكم ولملوك اللهم لعلوتهم لنحمير لعلوتهم كلهم ولي الحارث بن عبد الكيران ونعيم بن عبد الكيران اللهم تملع له كلهم رسالة أصور النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحن أسلمنا عندبع له قتبوه للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب وكمان لو واجب لنا يوم والحق لنا يوم كلهم تبينهم مثل الزموم ومقب بأقلهم اللي اند آمرو يعني إذن الله سبل دمت لبديهم كمان لمعاهدين باكم لهلو منسهم منهم ومود أقلهم كلهم ترطبوا وانده قتبوا اللي لا أكو أسكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل إليهم معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لا أكو أقولهم مثل أصحابه مثل الرجال في رجال من أصحابه على الكرة العليا من جهة عدن بين السكون والسكاسك وكان قاديا وحاكما في الحروب وعاملا على أخذ الصدقة والجزية ويسلي بهم الصلوات الخمس اللي معاذ بن جبل أقول لأكي النبي صلى الله عليه وسلم بيلي أنت من تجاه العالم العلمات لبتجاه عدن من تجاه المنطقة السكون والسكاسك ولي معاذ يني إنسان قادع وحاكم على دي بحروب وعامل صدقات لنسي وجزيات لنسي ونمعلا وليس اللي بهم صلواتهم اللي كله وأبو ندو جهيو وإلو واجبات اللي قل لي دي وإلا صلاحيات إلا صلاحيات إلا ندبو لأكي النبي صلى الله عليه وسلم يقل معاذ بن جبل كم سليهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على القوة السفرة لتحاتيت ولي قل المعاذ بن جبل تلعى لأكي وقل أبو موسى الأشعري تتحاتيت يعني اللي تجاه لتحاتي واللومون بديباء زبيد ومأرب وزمع والساحل لما نعتق الله كله السكادي يمالها اللي ذا لما أرب ساد مأرب لعلا ديباء والزبيد لالو يعني القبائل هاللو ديباء والساحل البحر الحمال لما نعتق الله ديباء وبيل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تحسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وقد مكث معاذ يعني باللو سيوم من أي شيء سعبات البداية يصورة يعني الصورة يتدوني وجزبون ديكو يتنفروني وتطاوعون نوسكو ما حيتسمعو تقلعي تحتدون ديكو يتختلفوني باليمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مكث معاذ باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم السكة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته معاذ ديباء على لكن أبو موسى العشعري رضي الله عنه قدم عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نبي صلى الله عليه وسلم أدقل انتنات حجة الوداع نايو ديبال حجة الوداع مطى أبو موسى العشعري وفدنا يا همدان ومبعث خالد وعلي إلا كفعلت همدان قبيرة مشهورة باليمن قدم وفدها سنة تسعة هجرية بعد مرجعه سنة الله عليه وسلم منتبوه كذلك يعني وفيهم مالك بن النمط وكان الشاعرا مجيدا فقال حلفت برب الراقصات إلى منا سوادرا بالركبان من هدب قردد بأن رسول الله فينا مصدق رسول أتى من عند ذي العرش مهتد فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على ععدائه من محمد الآن سلس بيت بيلا اللي شاعر اللي شاعر على باللي من لقابلتنا يا همدان لمطأ ومشهورة تلقابلت إلا والوافد من نايا سنة تسعة هجرية مطأ النبي صلى الله عليه وسلم منتبوكها أعبالا وبدأ سألت للمطأ مالك بن ناما طلبولو واللي شاعر على فإن الإنسان قدر الأمر قدر الضغط المشاعر ومتها قدر على وسنل الأمر على وهتوه لن أبيات الأنبياء فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وأقطعهم فيه ما سألوه واستعمل مالك بن ناما طالعا من أصلوا من قومه ثم بعث خالد بن الوليد يدعو بقيتهم إلى الإسلام فمكث فيهم ستة أشهر ولم يسلموا ثم بعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقفل خالدا ففعل وقرأ عليهم كتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا فكتب البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان اللي هيني النبي صلى الله عليه وسلم هاقو ألا إقيا ناي مالك بن النمط سمعا رسالت كتب أقلهم صلى الله عليه وسلم وختم لحده جاوبوا يوم وودي أقلهم ولأسلمهم منهم اللي مالك بن النمط إلو أمره ديبهم ولوه دي مسؤول والوجه ديبهم لأستخرف ديبهم وهيني خالد بن الوليد لأكا قل لثارفهم لها اللي أسلموا دعوة قلي قدموا قلهم ديب إسلام قليتو ودين إسلام قلي علمهم وخالد بن الوليد ستة أشهر قصة بها قمسة وارحة قصة ويأسلموني حقها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن نبي طالب لأكا قلهم وكتاب عندك بمدرسالة باكا وعلمت أيوم كقوال قل خالد ويلي أنا النبي الأكيني وقل خالد خلاص ستة أشهر قل اللي أقبل وعلي بمهمة قل لأقنط وقرأة ديبهم لكتابنا النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة للنبي لها ويوتالا قرأة قلهم ودعوة قدم أقلهم ديب إسلام قل أسلموا فأسلموا كلهم وديب الله وكت الله علي بن نبي طالب بشارة بإسلام لنا يوم ديب النبي صلى الله عليه وسلم كتبة ولا رسالتكم سلمت النبي صلى الله عليه وسلم طوال سجدة شكرا لله سجدة النبي صلى الله عليه وسلم ورأس رعا فعامنا سجدة وبيلا السلام على حمدان السلام على حمدان السلام على من التبع الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته